متى يجب إيقاف مميعات الدم أو مسيلات الدم عند المريض المحضر لعمل جراحي حتى لا يحدث نزف مهم عنده؟ السلام عليكم يعتبر موضوع إيقاف المميعات أو مسيلات الدم قبل العمل الجراحي في غاية الأهمية عند المريض المحضر حتى لا يحدث نزف مهم خلال الجراحة أو بعد الجراحة فالأسبرين مثلا دائع الصيت في الاستخدام اليوم كمميع أو مسيل للدم يجب إيقافه قبل خمسة أيام من العمل الجراحي المحضر مسبقا إلا إذا أعطى الطبيب الأخصائي المشرف تعليمات تخالف هذه المدة وهناك دواء آخر كثير الأهمية يستخدم كثيرا في الحياة اليومية اسمه العلمي كلوبيدوغريل أو اسمه التجاري الأشهر بلافكس عياره خمسة وسبعين ملي جرام يجب إيقافه قبل العمل الجراحي بيومين بثمانية وأربعين ساعة على الأقل ويوجد أيضا من المميعات المهمة معروف باسم الوارفرين وهذا الوارفرين يجب إيقافه قبل العمل الجراحي بأربعة أيام ويستعاض عنه بالهبارين منخفض الوزن الجزئي والمعروف تجاريا بالكليكسان وبعد إجراء العمل الجراحي بيوم إلى يومين يمكن إدخال الوارفرين من جديد